أهلا وسهلا بكم بيدوي تريز اليوم لدينا الشو كثير مهم بنا نتحدث عن الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الكريبتو بنا نتحدث عن خطر التصفيات كثير كبيرة معقولة يحدث في عالم الكريبتو بنا نتحدث عن كثير من العملات الرقمية ضمن بي ام بي والخرق الكثير الكبير الذي حدث له بقيمة أكثر من 100 مليون دولار كل هذه الأمور التي نتحدث عنه اليوم مثل معاوضكم انا يوميا من انكم آخر أخبار الكريبتو ارجوك اشتركوا في القناة دعونا نبدأ أولا البيتو كوين نزل إلى 19 ألف بعدما كان فوق الـ 20 ألف على فترة نزل على عقب مخاوف كثير كبيرة أهم بايدن قالوا أن التأهب النووي في أمريكا أعلى نسبه من وقته أزمة كيوبا للنووي ونعرف أيضا عن تهديدات بايدن نووي العالم كله خيفان من هذه الأزمة تتفاقم ونبدأ حرب عالمية واضحة نحن في حرب باردة كما تعرفون إذا تفاقمت وصارت حرب نووية أكيد الله يساعد جميع البشرية لكن هذا الشيء يزيد الخوف بالسوق وعندما يزيد الخوف بالسوق ما الذي يقوى؟ عادة مؤشر قوة الدولار الأمريكي تقوى مؤشر قوة الدولار الأمريكي تقوى مؤشر قوة الدولار الأمريكي لحقوة 312 شكلها جاهزة لـ 110 شكلها جاهزة لتكسر صعودا هذا ما أرى بالسوق من الوضع العام وإذا كثرت صعودا هذا خبر سيء للعملات الرقمية وخبر سيء لأسواق البورسة والأسهم والأمور كلها كما نرى تتصعب على باول من أنه يستطيع أن يزيد والأحتيار الفيدرالي يخفض كان عالم متوقعين أنه يخفض زيار الفوائد شكله لا يستطيع لا يصبح لاجم التضخم من استقبل على العقل بكل التهديدات النووية والوضع بروسيا وأوكرانيا أوروبا تقرر حظر محافظ الكريبتو من روسيا برزمة عقوبات جديدة لم أتحدث عن أمريكا عملة هذه الحظر ولكن حاليا أوروبا بدأتها عادة أمريكا وأوروبا يمشون مع بعضهم هذا الشيء أثر على الأسواء وزيد الخوف وأدى للهبوط كثير العالم يقولون أنه سعر البتكوين معقول يظهر بشكل كبير بما أنه أنا عندي رأيي قليلا مخالف والأحفظ لكم لماذا ومعقول لأني كنت غلط لكنني أحبت شارككم رأيي والتفكير مثل هذا المقال يقول متوقعين صعود كبير أنا متوقع صعود موقت وبعدين هبوط لسبب معين بالأوروبا لأنه شاهدوا ما هو سبب الذي يتحدث عنه أنزلت بهذا المقال أنا أنزلت لهذا المحلهم فتنت وشاهدت على هذه الجراف العالم يعني العالم الذي لديه مهم بالأوروبا وبعدينه صعودا أو هبوطا العالم يستعمل الرافعة الرافعة تؤدي لتصفيات كبيرة للعالم خاصة بالعالم نحن حاليا بأعلى نستويات العالم التي تستعمل الرافعة أو التي تستعمل الرافعة بالكريبتون بالبيتكون بشكل خاص هذه أعلى من النسبة التي كنا فيها وقتها في نوفمبر سنة الماضي وقتها كان البيتكون بـ 69 ألف دولار الآن نحن بنسبة أعلى نسبة كبيرة من العالم تستعمل الرافعة وأنا دائما أحذر من خطورته ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ أولا صناعة السوق والمنصات ماذا يحدث؟ يتظهروا هذه الأدى في عالم تستعمل الرافعة لماذا يستفيدون إذا حرقوا العالم؟ لأنهم يحدثون مصاري في هذه المنصات منهم إذا احترقتوا إذا استعملوا الرافعة أنا دائما أحذر منكم الرافعة والموضوع كله خطر كبير بالأسواء خاصة الآن يشاهدون كل العالم كثير من العالم يعطوهم لأنهم أكثر أولا ينزلون السوق ويحرقون يحرقون بشكل كبير لأن الحرق يؤدي إلى هبوط السوق أو صعود السوق يمكن أن يكون صعود موقع ولكن في رأييي انتبهوا من هذا الشيء لأنه يحدثون تقلبات يمكن أن يكون تقلبات للتحت ولكن هناك تقلبات كبيرة بسبب وسبب التي تستعملها حاليا لأنتبهوا كثيرا هذا وهذا تلاعب كثيرا قريبا جدا أعلى نسبة سوق حاليا هذا يقل تلاعب كثيرا سيحدث فقط لدينا معلومات الثانية أكبر حامل في العالم تبدأ تبدأ تعدين البيتكوين تبدأ تشتري مكانات البيتكوين يزيد يوم 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 البيتكوين يزيد يوم بعد يوم ولكن بعد مراحل بكير في مجال الطفولة كما يقول هنا سيخرج بشكل كبير وإذا حدث بشكل كبير يصبح وضوح باللقوانين كل التي تطلب نحن وضوح من الكريبتو وكثيراً أموال التي تدفق على العالم الكريبتو فقط نحن نرى أخبار يتم خرق جسر من جسورة ويسرق تقريباً 100 مليون دولار إذا لم يكن أكثر في العالم يقول 100 مليون دولار هذا الجسر أخرج وضغر مؤسس وقال أننا اكتشفنا وعقب هذه الأمور وقفوا الشبكة لا يوجد أموال التي تنسرق من العالم كشركة ومنصة لم يكن منها تأثرة فقط نتحدث عن الأقود الذكية التي تنسرق بس هي التي تم خرق جسر وليس كاملة وتمها السرقة كل الأموال التي تتأثر العالم ويجب أن تتعويض حالياً وقفوا عن العمل ويقول الآن يتطلع ويحكم على التطوير ويرجع ويبدأ ويبدأ ويعمل الشبكة هذا أول عطل على شبكة B&B من فترة طويلة لم أكن سامع من قبل يعطل سولانا دائما أعطال وخرقات أول مرة بايننس ولكن تصرفوا بشكل إجابي وضغري 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 في تويتر كان يتحدث هذا لا أعلم إذا كان هذا مضبوط أو كذب ولكن سأتحدث عن كاردانو من قبل من قبل من قبل من قبل من قبل كاردانو سيعمل نتائج منيحة هذا المقال ليس فقط كاردانو يتحدث عن الآخر من قبل الآخر دوتج كوين حدث بشكل كبير وقلنا عن هذا الموضوع من ثلاثة أربعة أيام إيلون ماسك تقرر أن يكفي بشرية تويتر لماذا أبصر؟ لأن من فترة أول مرة أعرض ماسك على تويتر أن يستعمل شيئا بالدوتج كوين على تويتر هذا ساهم بصعود دوتج كوين دوتج كوين يقول تحليلات على الشبكة أن العالم تجمع بكميات مخيفة دوتج كوين حاليا هذا معقول يجعل سعر أن ينفجر سعود أفلانش في عملة مبنية على أفلانش اسمها PNG انفجع سعرها بسبب عرضها على نص كوين بيس هذا شيئا يجعل تطبيقات مبنية على شبكة أفلانش يعني تطبيق اسمه PNG هذا شيئا آخر شيئا نحن أحد مؤسسين لسولانا يقول أن هذا سوق معقول لأن هذا مبنية متأثر بسياسات الفد معقول بين 12 و 18 شهر يعني تكونوا متحضرين معقول يطول البرماركت بين 12 و 18 شهر معقول يكون كثيرا فرص صعود و هبوط بقلب البرماركت ولكن البرماركت يجب أن تكونوا محضرين هذا كل شيئا اليوم إذا تبقيت في الفيديو اشتركوا اشتركوا و اشتركوا و اشتركوا و اشتركوا شديد شكرا